الحمد لله رب العالمين وصلاة وسلام على أشرف المرسلين ورحمة الله للعالمين سيد ولد آدم على الله ولا فخر فاللهم صلِّ وسلِّم وزِد وبارِك عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك أجمعين رسول الله صلى الله عليه وسلم يوصي السيدة عائشة فيقول لها يا عائشة عليك بالرفق وإياك والعنف والفحش هذه الوصية لها أصل ولها قصة ستين عائشة بتروي القصة فتقول أتوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم مضموعة من اليهود قالوا له إيه السَّامُ عليك يا محمد السَّامُ مش السَّلامُ عليكم أي الهلاك والضمار عليك يا محمد فسمعتهم السيدة عائشة قالت وَعَلَيْكُمْ وَعَلَيْكُمُ اللَّعْنَةُ وَعَلَيْكُمْ غَدَبُوا اللَّهُ فقال لها صلى الله عليه وسلم مهلا يا عائشة عليك بإيه بالرفق وإياك والعنف والفحش فقالت يا رسول الله أما سمعت ما قالوا فقال يا عائشة أما سمعت ما قلت لهم قلت عليكم مثل ما قلتم يا عائشة عليك بالرفق وإياك والعنف والفحش في القول مع أنهم كانوا بيشتموا النبي صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام الرفق ما كان في شيء إلا زانة صحيح ومن تزع من شيء إلا شانة أصل العبادات وأفضلها وأزيانها وأجملها وأقواها عبادة الرفق ولو كنت فضا يا سلام ولو كنت فضا غريض القلب لن فضه من حولك ولذلك يصيب الله تبارك وتعالى على الرفق أكثر ما يثيب على شيء آخر ولذلك ربك سبحانه وتعالى يعطي لهم الحسنات كثيرا عشان إيه؟ عشان رفيقا بالمؤمنين الدين الإسلامي أسم لنا الرفق الأكثر من موضع تمام الرفق على النفس اوعد كلف نفسك من الأمر ما لا تطيق يقول الله تبارك وتعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعى لها ما كسبت وعليها ما كسبت ربنا لا تؤخذنا إن نسينا أو أخطأنا وتقول السيدة عائشة ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا اختار إيه؟ أيصرهما ما لم يكن إثما وكان صلى الله عليه وسلم ما لا ينتقم لنفسه أبدا إلا إذا انتهكت حرمات الله تبارك وتعالى يسروا ولا تعسروا إن الدين يسر ولن يشاد الدين أحدا إلا غلبه فسديدوا وقاربوا وأبشروا واستعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدلجة الرفق بإيه كمان؟ الرفق بالدين الإسلامي الدين الإسلامي ليس دين عنف الدين الإسلامي مش دين فض الدين الإسلامي لا يدعوك إلى كراهيات الآخر وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين الدين الإسلامي لم يكبر أحدا على الدخول فيه أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين؟ أبدا ويقول الله تبارك وتعالى لا إكراهة في الدين الدين الإسلامي دين رفق حتى بالحيوان الأعجمي الذي لا يعقل وسرد لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كص بينما رجل يمشي في سحراء فأصابه عطش فوجد بئرا فنزل في هذا البئر فشرب منه فلما خرج وجد كلبا يلحث من السراء فقال في نفسه إن هذا الكلب قد أصابه ما أصابني نزل في البئر ما لخفه وسقى هذا الكلب إيه اللي حصل بقى؟ فشكر الله له يا سلام فشكر الله له فغفر الله تبارك وتعالى له ويحكى أيضا أن امرأة دخلت النار في هرة لا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض بل حبستها حبستها حتى ماتت يا الله فأدخلها الله تبارك وتعالى النار لأنا كانت إيه كانت فزة كانت غليزة صحيح ما كانش عندها رفكة حتى بالحيوان ربنا يا كرمك مولانا